موسيقى مشاهدي ومتابعي قناة الاقتصادية الأولى أهلنا بكم في عدد صهرة اليوم من الساعة الاقتصادية الذي يأتيكم على قناة الاقتصادية الأولى أول قناة الاقتصادية بالجزائر عدد صهرة اليوم مخصص للحديث والعودة لاجتماع وزراء القرى الأفريقية في طبعته الثاني عشر حول التجارة البيلية وكذلك تجارة المنطقة الحرة حيث شارك طيب زيتوني وزير التجارة وترقية صادرات بتنزانيا في أشغال الاجتماع حيث نقش أيضا وزراء التجارة مدى تقدم كل من بروتوكول التجارة الإلكترونية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التجارة الافريقية بالإضافة إلى بروتوكول الاستثمار الذي سيتم رفعه إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي لاعتماده إذن نقاط عديدة سيتم نقشتها خلال هذه الساعة رفقة ضيوفي الكرام وأرحب بداية بالسيد أمين بطالبي رئيسا مركز الافريقي للاستثمار أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا بك وكل متابعي وشكرا لكم أيضا عن تلبية الدعوة سيدي وأرحب بضيفي السيدة رشيد حاجهني مستشار مختص في مؤسسة نقلة دولي للبضائع واللوجستيك أهلا بكم سيدي شكرا على الاشتضافة وشكرا لكل مستمعين شكرا لك أيضا على تلبية الدعوة وكذلك أسعد كثيرا باستضافة السيد محمد العيدي رئيس لجنة التنصيق للطريق العابر للصحراء أهلا بكم سيدي شكرا العفو منكم وشكرا على تلبية الدعوة أيضا سيدي إذن مشاهدين نبدأ مناقشة هذا الموضوع مباشرة إذن الجزائر ملتزمة بتجسيد الاندماج القاري والتكامل لاقتصاد الأفريقي تلتزم أيضا بتجسيد الأهداف السامية التي سطرها المؤسسون الأوائل للإتحاد الأفريقي بداية بنسبة لكم سيد أمين بطلبي كيف يمكن تفعيل النشاط وحركة الاتحاد الأفريقي لتفعيل نشاط التجارة البنية في القارة؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام والرسول الله اليوم الأمنة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية عملت منذ بداية السنة منذ بداية 2023 بوتيرة متسارعة جدا بحيث أنه اللقاء اليوم الوزاري لمنعقد في تنزانيا هو يعتبر ثامن من نوعه في اللقاء رفيع المستوى لتفعيل دخول منطقة تبادل الحر القارية الإفريقية حتى قمة الرؤساء الإفريقية التي كانت في 16 فبراير في أديس أبيبا كانت أيضا تحت شعار تسريع وتيرة التعامل بمنطقة تبادل الحر يعني اليوم كل الدول تتأهب لدخول هذه المنطقة المهمة جدا الجزائر بين أولوياتها هي إعطاء آليات قوية للسلع والمنتجات لتدخل هذه المنطقة لماذا؟ لأنه شفنا الطرح الجزائري الذي يزاد أكد على نسبة الإدماج خاصة لماذا؟ لأنه في صناعة السيارات وأيضا في النسيج لأنه فيه دول كبرى ربما تريد أن تستغل الفرصة بإدخال نصف مصنع أو التركيب وبعدها يقول أنه هي ميدينة أفريقيا يعني صنعة في أفريقيا اليوم فيه تسارع كبير جدا لتفعيل تبادل الحر وتنمية التجارة البيينية بين الدول حتى شفنا هناك دول فيما بعضها وضعت تكتلات صغيرة لبداية النشاط قبل أن تدخل منطقة تبادل الحر والجزائر هي ثامن دولة وقعت على الوثيقة العامة لمنطقة تبادل الحر القرية مع أنها كانت في 25 دولة التي انضمت لهذه الأمانة لكن ثامن دولة ستكون منتجاتها مهيئة لدخول منطقة تبادل الحر وتشهد ربما الأيام القليلة القادمة زيارة وفد رفيع المستوى لأمانة العامة لمنطقة تبادل الحر وتكون انطلاقة من الجزائر بقرارات مهمة جدا للمنتجين والمصنعين والمصدرين الجزائريين نعم بالنسبة لكم سيد هني الوزير أيضا نزيتوني أكد على ضرورة تسريع وضع حيزة تنفيذ ما تبقى من المنفات قيد النقاش وكذلك الابتعاد عن كل ما يعطل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري يعني اليوم منطقة التجارة الحرة ماذا ينقصها حقا حتى تفعل؟ أكيد أن نلاحظ أن الدولة الجزائرية أخذت على عاتقها يعني التحذير الجيد لهذا الحدث الذي هو فتح المعابر الحدودية للتوجه إلى العمق الإفريقي اليوم كان مطلب منذ مدة نلاحظ أنه كذلك اليوم أنه سيد رئيس الجمهورية خصوصا تقايد بالتوجيهات التي قدمها فيما يخص هذا الموضوع الذي هو موضوع هام بالنسبة للاقتصاد الجزائري اليوم نلاحظ أنه وزير التجارة تكلم على هذا التحذير الجيد الذي سيكون والذي سيسبق أنه كان فيه تحذير أولي لهذا الحدث الذي كان فيه نوع من الفائض الصناعي في الجزائر وكان فيه فائض كبير لأنه لما يكون عندك فائض في الصناعة لابد أنك تتوجه إلى التصدير وإلى المبادلات التجارية الخارجية نتكلم اليوم عن عنصر التحذير نتكلم على تحذير الأرضية وتحذير المنصات اللوجيستيكية التي كان لابد من وضعها حيز التنفيذ وحيز الخدمة اليوم نلاحظ أنه كان فيه كثير من الدول الإفريقية التي طلبت الجزائر أنها بعدد كبير اليوم اهتمام أصبح الاهتمام الإفريقي بالسوق الجزائرية يعني باهتمام كبير اليوم نلاحظ أنه بعض الدول الإفريقية طلبت من الدولة الجزائرية أنها يعني الولوج إلى أسواقها والاستفادة من بعض المواد المصنعة التي هي غيبة في السوق العالمية وحاضرة في السوق الجزائرية لذلك اليوم نلاحظ أنه فيه اهتمام مشترك ونظرة استراتيجية وآفاق بعيدة وهي بعيدة المستوى اليوم استراتيجية الأعمال والتجارة الخارجية أخذت نوع من المستوى رفيع لذلك اليوم لابد من الخروج من هذه المرحلة والتوجه إلى مرحلة التسويق العالمي لذلك اليوم المنتوجات الجزائرية وبطابقتها للمعايير الدولية لنتكلم اليوم على الإيزو نتكلم على الإيزو نافمين هذه المعايير وهي أصبح المنتوج الجزائري له مطابقة ومواصفات عالمية لذلك لابد من ترويج له في الخارج نعم بالنسبة لكم سيد العياد أيضا ممكن توفير الهيئة القاعدية والبناء التحتية أمر من شأنه أن يساعد على تنشيد وتفعيل المناطق الحرة وكذلك التبادل التجاري ما بين الدول الإفريقية بالنسبة لمشروع الطريق العبر للصحراء أين وصل؟ مشروع الطريق العبر للصحراء أصلا جاء من الأمام المتحدة نعم على خاطر الجزائر والبلدان الإفريقية عندما بدأوا في الثورة تحهم كثروا البلدان وكثروا الفرنتير ويجب أن يكون تسهيل طريق ما يفعلونها؟ طريق أولا تسهل النقل كي تسهل النقل تعاون الاقتصاد من جهة واحدة أخرى عندما نرى البلدان نتعلى لطرانساريين الجزائر ومالي والنيجير والتشاد والنيجيريا منهم ثلث بلدان انكلافي عندهم شلي بور نعم لما ندير الطريق العبر للصحراء ينجموا يروحوا الميناء تاع الجزائر ونجموا يروحوا الميناء كثيرا تاع النيجيريا نعم واليوم نحن الجزائر ستدير ميناء عندهم منفعة فيه المشروع فيه عشر آلاف كيلومات أكثر من تسعين في المياه راي معبدة المشكلة اليوم ما هو مشكلة تاع الطريق هو مشكلة تاع التسهيل كيفية الناس اللي يسكنوا في البلدان هذو يقدروا كيوصلوا للحدود متكلهم مش مشكل هذا هو المشكل يرحب مقابل للمشروح هذا طيب من الجانب الجزائري الأشغال وصلت إلى تسعين بالمئة يعني عامة يعني جانب كل الدول المشاركة الجزائر عندها في البلدان تمياوين قاو والحدود انتعنا بزلت لهم ثلث وخمسين كيلومتر والجزائر رايحة تمول تسعة وخمسين كيلومتر أما فيما يخص نيجيريا نيجيريا هي البلاد الكبيرة الأكثر عندهم 220 مليون عندهم 1130 كيلومتر خلصوها تماما طيب بالنسبة لكم سيد أبو طالبي ممكن عندكم إضافة حول هذا الموضوع خاصة أنه هذا الطريق يخدم بالفعل الاقتصاد الوطني أكيد اليوم كما قال الأستاذ أنه الأمم المتحدة وضعت مجموعة من طرق لتسهل التجارة داخل العمق الإفريقي اليوم فيه تقريبا ثم طرق مهمة جدا في القرى الإفريقية وأغلبهم يحطوا في طريق الحرير يعني لو تشوفي الجزائر مثلا هي تكون منطقة من الجزائر إلى لاغوس اللي هي عاصمة نيجيريا العاصمة الاقتصادية وإلى كابتاون حتى جنوب إفريقي يعني لتسهيل عبور السلع اليوم البيان اللي تفق عليه رؤساء الاتحاد الإفريقي تفق على أساس أنه بداية التفعيل على الطريق ستكون واحد جنوب في 2025 يعني احنا أنا متقدمين مقاتلا بأجنوبة 2063 أنا متقدمين مقاتلا بعديد الدول اليوم هذا التحدي هو تحدي كبير وحلم كبير جدا حتى كما اذكر أنه الميناء ميناء الجزائر الغرب هو حلم بالنسبة للأفريقة لأنه سيلعب دور مهم جدا بعد نهائه بعد نهاية الأشغال فيه وبداية العمل هذا الميناء اليوم تحدية هي كبيرة جدا الجزائر وضعت طريق زادت رئيس أمر بوضع سكة حديدية إلى غاية الحدود مع النيجر وهذه كلها ستدعم تجارة الخارجية وستدعم أيضا سلتنا نحو الصادرات خارج المحلوقات هي مهمة جدا في المحارة هنا وأيضا تدعم الإنتاج المحلي لماذا؟ لأنه فيه اليوم بعض المنتجين في قلب الصحراء يشكر ربما من غلاء النقل في توريده إلى العاصمة أو توريده إلى المساحات الكبرى التي فيها مناطق استهلاكية أكبر فهذا التحدي تحدي مهم بالنسبة للخايطة العامة الإفريقية نقول أن الأجندا الإفريقية بالنسبة لطرقات حسب التقرير الأجندا يقول أنه 54% من الانتهاء العام لسلاسل الإمداد يعني هذه الطرقات اللي راهي 54% مقارسة بكل الدول يعني ليس الجزائر فقط الجزائر ربما تكتسي أكثر نسبة 87% مقارسة بالنسب العامة بيننا وبين نيجيريا وبين نيجر وبين مالي وأيضا بوركينا فاسو أيضا كوديفوار كل هذا سيكون تقريبا 87% اليوم لدينا تحدي وأمل كبير أنه ربما وصلنا 7 مليار دولار في نهاية 2023 لكن ستكون أكثر وطيرة في 2024 وستتسارع أكثر في 2025 لماذا؟ لأنه كان حلم اليوم أصبح حقيقة اليوم ما أصبحناش ننافس أو نتنافس على مليار دولار أصبحنا نتنافس على 15 مليار دولار خارج المحلوقات وهو شيء مهم جدا بالعكس اليوم عندك تقريبا 200 ألف مصدر يعني شاب اللي عنده سجل مصدر وأيضا في هذه النسبة عندك تقريبا 10% منهم مهمين مصدرين مهمين عندهم خبرة ذو وكفاءة يعني اهتمام كبير جدا للتصدير من هنا تبدأ الأحلام تترسم على أرض الواقع في دخول السلع والمنتجات إلى الأسواق الإفريقية في اللقاء الأخير كان ركز أغلب الوزارة في تنزانيا وقبله في كينيا كانوا ركزوا على نقطتين مهمتين أن المنتج كيف نعرفه بل منتج إفريقي 100% لأن هذا هو بتدخل للسوق الإفريقية لابد أن المنتج يكون 100% إفريقي اليوم مثلا نشوف أغلب المنتجات هي نسب إدماج وخلير كما هو حال ملف السيارات ملف السيارات لذلك ملف السيارات هو الأكبر لماذا؟ لأن حتى البرنامج العام للأمم المتحدة يقول برنامج الاقتصادي يقول علينا أنه داعم إفريقيا في ثلاث مواضيع مهمة جدا الموضوع الأول هو الصناعة الميكانيكية كل ما تعلق بالصناعة الميكانيكية صناعة السيارات قطع غير السيارات إلى ذلك الصناعة الدوائية كل ما تعلق بالمصانع حتى فيه الآن البنوك الدولية تروح إلى البنك الإفريقي التنمية يدعم في المصانع الدواء مباشرة يمكن يمشي دعم هذه المشاريع أيضا مشاريع النسيج وهي مهمة جدا لذلك في هذا اللقاء كان هناك المواضيع هذه الثلاثة بكثافة لماذا؟ لأنه فيه دول الآن تصنع التركيب في الدواء وتقول أنه دواء 100% نيجيري أو دواء 100% ليبي أو غيرها فهذه الشروط التي توضع في البداية هي لتجعل من التنافسية الحقيقية بين الدول الإفريقية الجزائر فعلا حقيقية لماذا؟ لدعم الاقتصادات الإفريقية يعني مش حبة جي دولة أخرى تستفيد وستغل ضعف دول ربما تمتلك المواد الأولية مثل الكاكا وغيرها فتصبح تستهلك دائما مستخرجاتها وخيراتها وأيضا ما تملك من الأرض اليوم عندنا تحدي كبير كيف يمكن أن نطور بلادنا وأرضنا بأنفسنا كيف يمكن أن ننقل التكنولوجيا فيما بيننا الجزائر مدت ليدين يعني مش يد واحدة يدين وقالت احنا يدانا ممدودتان لكل من يرغب من دول الإفريقية لأن نعطيه بدون مقابل نعم أن نعطيه التكنولوجيا أن نعطيه المكننة أن نعطيه ما يشاء بدون مقابل اليوم عندنا هذا الأمل لبناء إفريقيا جديدة لبناء أيضا قواعد اقتصادية مهمة لماذا؟ لأنه بعد فتح منجم غارج بيلات وتتشينيها رسميا يعني فيه اهتمام كبير جدا من إفريقيا لأن إفريقيا كلها مناجم مناجم ذهب مناجم كذا اليوم فيه اهتمام كبير جدا لنقل التكنولوجيا وحتى من الاتحاد الإفريقي في مشاركتهم في لقاء الستارتاب يعني مؤسسة الناشئة كانوا مبهروا بالتجربة الجزائرية الجزائر يمكن تصدر الخدمات وتصدر أيضا الأفكار وتصدر أيضا السيطرة على المنتجات الدولية يعني ما يمكن أن ننتجه وما يمكن أن نستفيد منه نحن كشعوب وكأهل الأرض يعني اليوم فيه منتجات ربما في دول إفريقية تستخرج ولا يستفيد أهلها بشيء نعم فالحديد مثلا يستخرج من إفريقيا ويصدر إلى دول أخرى ويعاد نسم يصنع ويركب وينفق العجلات فيه ويعطى للمستهلك مباشرة هذه العقلية حب الجزائر أنه تغيرها أنه يولي هذا الستارتابير اللي قلع الشاب اللي قلع جديد أنه تستفيد منه الدولة أولا وأيضا اللي حب يصنع ويقدر يبتكر يكون يفيد بلده وإلى آخر نعم بنسبة لكم سيد هني بنسبة لمؤسسات نقل البضائع وكذلك اللوجيستيك كيف تتعامل اليوم مع المعطيات الجديدة خاصة بالنسبة لمعطيات الاقتصاد الوطني الجديد للولوج إلى السوق الأفريقية نلاحظ أنه اليوم الجزائر يخذت على أعتقها تطوير منظومة اللوجيستيك اللي تكلمنا عليها سابقا وتكلمنا عليها في عدة حصص لقلنا أنه لابد من تنظيم تطوير هذه المنظومة لسعي قدما أو المضي قدما إلى الإستراتيجية التشاركية يعني فيما يخص موضوع التصدير وموضوع الولوج إلى السوق الأفريقية والانفتاح على العالم الخارجي اللي هو يعني اليوم أصبح مطلب يعني نقوله اليوم أنه لما تكون عندك التكنولوجيا حاضرة مثل ما تفضل فيه الأستاذ يعني بوطالبي وتكلم أنه قل أنه فيه يعني تكنولوجيا والشاب المبتكر الجزائري اليوم رأي قدم الإضافة ورأي عنده يعني نوع من الخاصية يعني في تقديم برامج اللي هي غايبة في السوق الأفريقية اليوم أصبح ترويج لهذه المواد اللي هي جزائرية بحتة يعني مئة بالمئة اليوم نلاحظه كذلك اليوم أنه المفكر الجزائري الشاب الجزائري طامح اللي تخرج من الجامعة الجزائرية اليوم عنده يعني مشاريع اللي هي يقدر يصدرها يعني البلدان الأفريقية اللي هي غايبة على الموضوع يعني اللي تكلموا فيه حاليا أما من جانب اللوجيستيك ومن جانب اللقل اليوم نتكلموا أنه المشروع اللي تقدم به سيد الرئيس الجمهورية يعني في تتشينو يعني في ولاية تيندوف اليوم يعني يعني طغار جميلات وبشار يعني وطريقة يعني تيندوف اليوم لاحظوا أنه مشروع السكة الحديدية اللي تخلح حيز التنفيذ واللي رح يعني اليوم رح يكون يعني برنامج اللي هو رح يساعد يعني المنظومة النقل واللوجيستيك للبضائع والمنتجات الجزائرية اليوم نلاحظوا أنه هذا الجانب يعني اليوم الدولة أصبحت يعني تفكر في يعني في الولوج إلى العمق الإثريقي بالسكة الحديدية اللي هو يعني هذا المشروع اللي رح يقدم إضافة كبيرة للاقتصاد الجزائري ورح يقدم يعني يفتح حتى يعني مجال لفرص العمل للشباب الجزائري كذلك اليوم رح يكون مشاريع تلافق هذا المشروع اللي هو مشروع يعني اللي هو على مسافة يعني ألف كيلومتر أو أكثر اللي هو اليوم رح يكون قطم يعني يجلب الشباب الجزائري إلى الولوج إلى عالم الشغل كذلك اليوم نتكلموا على المقاولاتية ونتكلموا على المشاريع اللي هما يعني السيد رئيس الجمهورية أعطى فرصة للشاب الجزائري أنه يتقدم وأنه يفتح مجال ليعود له بالفائدة كذلك اليوم الشي اللي نلاحظه ولحظنا أنه يعني هذه المنظومة ولابد يعني تكلموا على منظومة النقل واللوجيستيك اللي لابد يعني تساهم بشكل كبير لأنه النقل هو شريان اقتصاد الجزائري لذلك اليوم تطوير كل هذه المنصات اللوجيستيكية وكل هذه المعابر اللي رهي فتحت على المساوى الحدود لابد من تدعيمها يعني بالعناصر الأساسية اللي هي خاصة بالنقل ويعني اليوم لابد كذلك اليوم اللحظوا أنه فيه تكلفة يعني باهظة للنقل واللوجيستيك لابد من مراجعة الأسعار ولابد من ضبط السوق فيما يخص النقل واللوجيستيك لذلك لمساهمة في جلب أكبر عدد من الشركاء الأفارقة اللي تكلم الأستاذ بوطالبي وقال أنه يعني الطالب أصبح كبير يعني اليوم اليوم لذلك اللحظوا أنه منظومة النقل واللوجيستيك تخدم الاقتصاد الجزائري وبتطويرها وبالاعتناء بها وكذلك يعني بكل وسائلها اللي هي لما نتكلم عن الوسائل نتكلم على يعني الوسائل البرية والجوية والبحرية كذلك اليوم لابد من تطوير كذلك يعني عنصر اللي هو أهم في كل هذا اللي هو عنصر يعني البرمجة اللي هي خاصة بالنقل واللوجيستيك لابد من إعادة النظر في هذه الأمور كلها لأنها توافق يعني السياسة المتهجة في الأستراتيجية الاقتصادية الوطنية اللي عندها يعني عين صاهرة على عالم يعني التصدير اللي هو خاص بالدول الإفريقية ودول العالم نعم بالنسبة لكم سيدة العياد نعود إلى زدكاف هل تخدم أهداف مشروع الطريق العبر للصحراء شوفي لما ننظر البرمجة الإفريقية البرمجة اللي عندهم المال وكاين البودن اللي ما عندهمش ولمينة بعضنا بارهن باللي كما كان يتكلم أخينا اللي بانك كما لابانك afريكين عيونو بارهن بلي لابانك اسلاميك عيونتنا بارهن بلي نقدرون عيونو بعضنا هذا أرواب يمكن أنية نعم هناك لكن هذا نعم يسبب جهب Lauren ويسبب ويسبب للمحاول عيوني للتصفر ويسبب كل كل المعارضة للتعامل. اليوم في البروشيات الأروترانساريان لدينا شركات الجنبية لم يكن هناك شركات الجزائرية. أنا أتمنى أن أريد أن أجور بلدي الجزائر أن يدير شركات التي تعمل الطرق و تعمل الطرق الصناع مع البلدان الأخرين يجب أن يعملون مع بعضنا. هذا الحوايج أكل سيلا ريغلومنتاشون كيفية أن نقعدوا و نقابلوا بعضنا و نقولوا كيفية هذا الحوايج كيفية ندارو. هذا هو المشكلة لدينا الكبيرة خلاص. الوزارة كما كنت قلتها تعل الأشغال العمومية في ست بلدان قالوا تنجموا تروحوا لستاتيوت الكوريدور. أنا بدينة فيه بالعقلية بالصحة واعر بالزيف 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 بالزيف. لماذا؟ ما هي السعوبات التي تقف؟ قد يمطلون لدينا الكبر趣 والزيف بالزيف بالزيف والزيف بالزيف لكني أرغبوا بي أن أجمع دوني أعنيه، وأنتم تابل لدينا الكبراء من جديد لدينا الكبرية لتلعب الطلب من الأفريق. لا أعلم دي أين نحن اليوم. لكن أعلم أننا في الأفريق الأفريق 100% من الأفريق. ونحن نحن معها كل يوم. يقولون أنه تدعم الخاصة. نذهب إلى أصدقاء مع أصدقاء ومع بـ 500$. لا نستطيع نخطط 500$. هناك مشكلة تشريعية على كل حزبت ساد. نعم. وهو أنه لا يجب أن نظر في منظومة التشريع للقوانين لذلك اليوم نلاحظ أن أستاذ عن كتحدي لإعادة سياغة بعض القوانين وإدراجها في حيث الخدمة لتسهل عمليات هذا هو شيء ما تقصد فيه نعطي مثالي هناك 10 يوم أعطي مثالي من الكنياء يجب أن أخلص له 5 ميل دولار لذلك اليوم أن أستطيع أن أخلصهم كيف تحبني؟ إذن تبقى دائماً المنظومة المالية تقف أمام كلها لا أعطي دراهم لا أعطي مشكلة على دراهم كيف نسلكه؟ في سي بيها نعم، تبقى دائماً مشكلة بالنسبة لكم أستاذ أبو طالبي السيد العياد تكلم على نقطة مهمة جداً هي الجانب المالي في التعاملات التجارية ما بين الدول نحن نعلم أن المنظومة المالية الجزائرية سابقاً كانت تقف وتحول دون كل هذا اليوم مع قانون النقد والصرف الجديد هل يمكن أن نرى انفتاح نحو هذا؟ وله نأمل أن يكون كان انفتاح اليوم لماذا؟ لأن تعليمات رئيس الجمهورية كانت صارمة في هذا المجال بحيث أنه لابد علينا أن ننفتح مالياً والسلسة النقدية على إفريقيا خاصة إفريقيا وحتى الشعار الذي اتخذ في سنة 2024 هو التنظيم المالي أو سيكون تنظيم للبنوك والسيرفة الجزائرية نحو إفريقيا ومن باب هذا حطينا بنكين للبورصة يعني هي الـ والـ اليوم التحدي هو أكبر لماذا؟ لأنه لما الإنسان يكون في الساس في القواعد لازم نتذكره أنه منذ سبع سنوات فقط كنا نستوردوا 120 مليار دولار بعدين أصبحنا 60 مليار دولار اليوم رأنا نقارب 40 مليار دولار نعم شيء مليح إنجاز نعم وكنا صفر مليار دولار خارج المحلوقات اليوم صرنا 7 مليار دولار البناء دائما يكون صعب في الأساس يعني لما إيسان يدي الفونداسيون يحفر يطلع شيء صعيب مش سهل اليوم رأنا في الفونداسيون أنا مع الطريق صعيب مش سهل يعني حتى واحد تقوله يلا يجرب بها تروح باروت يقولك ما نقدرش صح؟ اليوم التحدي أن الجزائر وضعت خطة أنه فتحت سبع خطوط جوية جديدة نحو إفريقيا نحو إفريقيا نحو تخيلينتيا هنا كنا نروح مثلا للجنوب إفريقيا عن طريق تركيا عن طريق قطر اليوم أصبحت خط مباشر يعني أونير بالنسبة لنا يعني نفرحه بالنسبة لهذه أيضا نستنعو أيضا خط بالنسبة لنيجيريا كدولة مهمة جدا مئتين وربعين 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 نعم دولة محورية في القارة نعم فاليوم الخطوط هذه راح تزيد الدعم المستثمر وزيد دعم الاقتصاد الجزائري أيضا افتحنا بنكين وراح يفتح الثالث في بداية جونفي يعني في كوديفور افتحنا نواقشوت وفتحنا أيضا داكار ويكون الثالث أيضا فيه أيضا المعارض نقطة مهمة جدا نعم المعارض دائمة خمس معارض دائمة والآن عدنا معارضين دائمين فاتحين أيضا نسبة المشاركة الجزائرية في المعارض خارج الجزائر اليوم صافكس دات كل المعارض تقريبا من قبل كنا شوفوا أنه كانت ميامي كانت دول لنزهة للفصحة لكن اليوم أصبحت دول للعمل كيف يمكن أن كيف يمكن أن ينبيع سلاع كيف يمكن أن يروج سلاع حتى بالنسبة للمنتجين الجزائريين أصبح هناك تسابق شكول الشركات التي تشاركوا وكم المساحات التي تديها ونوعية ديزاين المعارض حتى أصبحت فيه اهتمام في صناعة المعارض أيضا الجزائر اليوم استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة جدا في المنافذ البحرية اليوم الحمد لله مقبل ربما كان عندنا خط واحد ويا ربي يروح لمرسيليا اليوم عندنا نواقشوت عندنا داكار عندنا أبيجون عندنا ليبيا عندنا مصر عندنا السعودية هذه الخطوط التي أصبحتها بحرية تقاطبة شركة جزائرية وطنية اليوم هذه نفرح بها أيضا الجيترونس ربما أكبر فلوت في إفريقيا من حيث تعداد الآلي يعني بحيث الميساحات اللي تملكها والتعداد اللوجيتيكي اللي عنده هي لوجيترونس مقارسا بكل الدول الإفريقية والحمد لله ربي كرمنا وزرنا كل الدول الإفريقية وتعرفنا باللوجيستيك تعال الدول الإفريقية في العمق تقريبا في 29 دولة إفريقية زرناها نقدر نقول أن الجزائر تكون هي الأولى إفريقيا بالنسبة للفضاء اللي تملكه لكن أحيانا نملك أشياء ولا نعرف استخدامها لا نعرف كيف يمكن أن نستخدمها مع أنه نحيوا تحية كبيرة لكل القائمين على هذه المؤسسات لأنهم داروا تحدي كبير جدا من الفراغ ما كاش تكوين ما كاش شيء لكنهم يصنعوا الفارق دائما ويبحثون عن كيف يمكن أن يدعموا الاقتصاد الجزائري اليوم تبقى آليات العمل فيها إشكاليات اليوم أيضا كما اذكر الأستاذ بن عياد أنه كيف يمكن أن أصدر الخدمات خلونا صدروا الخدمات فيه تعليمه وفاتت في البرلمان وفاتت خرجت في الجهد الرسمية هذه تصدر خدمات لما يقول لك أنه خلص يعني خلاص هذه خدمات خليني صدر جا استعملته ومدلي الخبرة تاعه يجب أن يدي أجره ويجب أن أعلاه لأنه سيكون في الجهة التي يتعامل فيها أنه يمد الصورة الحسنة للجزائر يقول أنه تعاملت مع دولة قوية دولة عندها خبرة قوية وعندها سلاسة في التعامل لا يقول أنه دولة معقدة ودولة كذا مثل ما يشاع عنها لأنه هذه مهمة جدا كيف يمكن أن أروج الماركوتينج أو أسوق بطريقة جذابة للجزائر أمام كل العالم نعم هذا مهم جدا اليوم التحدي أيضا أنه الجزائر تتعامل مع شراكائها خاصة في الدول الحدودية بالتعامل الأخوي التعامل معك أخويا وشفنا قال 59 كيلومتر أنه الجزائر هبتها إلى مالي هذه أخويا يعني حتى في النيجر أخويا نمشي معك حتى في موريطاليا كما قال الأستاذ أنه مشينا معهم من تيندوف حتى الزويرات تقريبا 900 كيلو إلى 800 كيلو من عندنا يلا فهمت أمشي مباشرة يعني هذه الفضاءات التي نفتح فيها اليوم هي أساس هي أنا نقول أن الثمار تحتها ستكون بعد أربع سنوات بعد ثلاث سنوات نقول أنه اليوم تركيا مثلا بها وصلت 450 مليار دولار صادرات خارج المحلوقات وهي معداش محلوقات اليوم بها وصلت لهذا الرقم هو تحدي 25 سنة ليس على اليوم بها نكون صراحة يعني اللي تفكر الأتراك كيف كانت منذ 25 سنة يشوف أنه كانت ما تصدر ولا شيء لكن اليوم وصلوا التحدي كبير اليوم التحدي تعني كيف يمكن أن نتعاون كيف يمكن أن نتكامل جميعا بما نحستوش بعضنا ونتعاون إلى بناء أسس وقواعد مهمة واستراتيجية قوية لبناء مستقبل أفضل طيب سيد أمين سؤالي حول هذه النقطة السيد وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني أيضا أكد أو كشف أيضا أن الاجتماعات 12 للمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اعتمد مقترحة لجزائر بخصوص إعادة صياغة التقرير المتعلق بالصناعة والاستثمار في أفريقيا ماذا يعني؟ ما هي قراءتكم لهذا؟ هل يمكن القول أن الجزائر اليوم ستستعيد مكانتها على المستوى القاري حتى تكون هي بوابة هذه القرى نحو أوروبا وكذلك هي مفتاح القرى الأوروبية نحو القرى الأفريقية؟ والله إفريقيا والأفريقية يحتاجوا شيئين الشيء الأول يحتاجوا من يقودهم يحتاجوا واحد يعرفهم بقوتهم بمكانتهم بما تملكون في الأرض اليوم الجزائر مثلا في الملتقى تاستارتاب الليندار شفنا أن الأفريقى أبهروا بالإنجازات الجامعية طلبة جامعية شباب داروا ابتكارات صغيرة لكن الأفريقى أبهروا بها وبحيث أنه استطاعوا في العام الماضي في النسخة الأولى كانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا من إفريقيا لكن اليوم كان اهتمام كبير جدا أكثر من 36 دولة شاركت كمسؤولين كطلبة كباحثين يعني هذا الشيء مهم جدا كممويلين أول مرة يزوروا هذا المعرض يريدون تمويل مشاريع اليوم الجزائر تسترجع مكانتها لماذا؟ لأنها تملك ما يمكن أن تقدمه إلى إفريقيا ونقول أن الجزائر اليوم في التقرير الأخير خرجتها الرابعة في إفريقيا لكن أقول أنه يمكن أن تكون الأولى في إفريقيا في الصناعة وفي التجارة لماذا؟ لأنه نملك الآليات نملك كل المقومات لتخلينا نحن الأوائل لكن كيف يمكن أن نصل إلى الأوائل هذا هو اللي ينقصنا اليوم عندنا مساحات شاسعة تحتاج مننا أن نزراحها عندنا شباب هائل تخرج من الجامعة طاقات شبانية هائلة صحيحة وطاقات كبيرة جدا تحتاج من يساندوها ليس يعطيها الدراهم تحتاج من يساندوها ويرافقوها فقط لتفجر طاقاتها في الجزائر لأنه اليوم تحدي أكبر كيف يمكن أن أصنع هذا الشاب القدرات تتاعه تولي أكثر إنتاجية لأنه نحن تخصنا المردودية أكثر أيضا مؤسسات ربما ثقلت الكاهل التاحة وتعبت نظرا البيروقراطية ومشاكل 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 تسمع رئيس الجمهورية قال تسمع وزير قال لكن تروح الإدارة بشيء مختلف تماما على اللي تسمعه في التليفزيون يقول لك سبحان الله أني شوفي أخبار وفي حاجة شيء وفي الواقع شيء آخر يعني الإدارة الضرائب بشيء والبنوك بشيء والآخر بشيء اليوم هذه المؤسسات تحتاج من يوافقوها أيضا لزيادة مردوديتها لأنه اليوم عندنا صناعة كبيرة جدا في الصناعة الكهرومنزلية عندنا صناعة كبيرة جدا حتى في الصناعة الميكانيكية في صناعة السيارات كنا الأوائل هذه الخبرة حتى وكنا في التركيب هذه الخبرة لابد أن لا نستغنى عنها مباشرة لماذا؟ لأنه الشركات الكبرى اللي وقعت وجدت للجزائر اللي حطت في الجزائر في السنوات الماضية الشركات لا يستهان بها مش شركات ضعيفة شركات كبيرة وضع ثقة كبيرة جدا معتها تمكننا في بعض المكننة في الصناعة الميكانيكية أيضا في الصناعة النسيجية اليوم أصبح العديد من المصانع النسيجية كنا نستوردوا مليار وربعمائة مليون دولار في النسيج اليوم نغطي وربما تقريبا ستين أو سبعين في المئة من هذه المساحة اللي كانت ربما كلها تستورد أيضا في الصناعة الزراعية وأقول الصناعة الزراعية مش الزراعة لأن المساحات الكبرى تحتاج إلى صناعة تحتاج إلى اهتمام كبير يحتاج أيضا منها نقل التكنولوجيا وشفنا الروس اللي جاءوا في الأسبوع الماضي لتكثير زراعة الحبوب وهو شيء مهم جدا والجزائر ستعتمد على هذا الأساس في السنتين المقبلتين وأوكرانيا يعني الحرب وأزمة أوكرانيا علمت العالم ضروس كبيرة جدا بحيث أنه اليوم لابد علينا أن نزرع ما نأكل ولا بد علينا أن ننسيج ما نلبس ما نلبس وشفنا حتى الإرادة في الحكومة بتعليمات السيد الرئيس الجمهورية كانت ملحة على زيادة الأسميدة يعني في الأسميدة يتقلص سعر التاحة بالنسبة للفلاح ولما يتقلص بالنسبة للفلاح نقدر نحافظه على الاستهلاك بالنسبة للمواطن ونقدر نزيده في الحركة الإنتاجية هذا شيء مهم جدا في المرحلة المقبلة بالنسبة لكم سيد هني أعود إليكم في نفس السؤال حول ما كان تفضل تكلمه السيد بو طالبي أكيد أنه إضافة إلى ما كانت تفضل به الأستاذ بو طالبي على كل حال اليوم الإهتمام لما نتكلم عن الإهتمام ونتكلم عن نقل التكنولوجيا الجزائرية لأنه فيه تكنولوجيا الجزائرية يوم ما نشغل نستورده في التكنولوجيا حتى المخابر الجزائرية وحتى المعاهد الجزائرية اليوم سيهتم بالجانب التكنولوجيا لذلك اليوم نحن من الدفلوبر في الواب، نحن من الدفلوبر في الاندوستيقيا، نحن من الدفلوبر أيضا، ولكن حتى لن نتنسى أن هناك مهندسين خاصين بمجال النقل واللوزيستيك. اليوم نتكلم أنني كنت مخريج كثير من المعهد الجزائرية، ونتكلم اليوم على المعهد العالي للتوط منجمز، اليوم نلاحظت أن فيه خرجين فيه كثير من اللي يهتم بتطوير المنظومة التكنولوجية لذلك اليوم التكنولوجيا لما نتكلم عنها نتكلم عن المعارض اليوم نتكلم عن الترويج لهذه التكنولوجيا الجزائرية وهذا المورد البشري المكتسب اليوم لابد أن ينفعلوه وندعموه ونرافقوه بس ما تفضل به الأستاذ بطالب اليوم كذلك الشيء اللي نشوفوه هو أنه لابد الاهتمام بعنصر هاملة هو تكوين لأنه لما نمشي لتكوين ونكون الفرد ونكون هذا الإطار اليوم سيكون يقدم الإضافة للاقتصاد الجزائري فيما يخص التصدير وفيما يخص النقل واللوجيستيك وفيما يخص كل مجالات مثل الفلاحة والصناعات التحويلية اللي ستشهد نقلة نوعية في الجزائر اليوم أكيد اليوم أنه نتكلم كذلك على عنصر آخر اللي هو عنصر تطوير ذات المتحمسة إلى ذهب إلى عصرانات بعض القطاعات اللي هي حساسة مثل اللي تكلمون اليوم على القطاع الصناعي اللي هو يشهد نقلة نوعية كذلك اليوم نلاحظو أنه فيه يعني الاهتمام بالسياحة والاهتمام بكل يعني كل هذه المجالات الاقتصادية لليوم رأنا نشوفه أنه فيه يعني تطور مرحوظ وفيه يعني يعني ولابد من ترويج لهذه المواضيع في السوق الإفريقية اليوم نلاحظو أنه كثير من الدول الإفريقية اللي اليوم يعني تهتم بالتطور الحاصل في الاقتصاد الجزائري لأنه اليوم المفاهيم تغيرت لأنه كونتون شاكش يعني لما نبحث في المفاهيم الاقتصادية العالمية نلاحظ أنه على قدر ما يعني يرتفع المستوى إلى مستوى أعلى اليوم الطموح يكثر ويكبر يعني بصفة لأنه لابد من الذهاب بعيدا في الاقتصاد ولابد الذهاب بعيدا في النظرة الاستشرافية اللي حث عليها رئيس الجمهورية وقال أنه لابد نغير المفاهيم يعني حتى في بعض البلدان يعني في بلدان العالم اليوم اللحظوا أنه يعني يمشيوا المنطق يوماست بيانشانج اليوم لابد نغير تغيير مفاهيم التفكير الاقتصادي نعم وهذا ما يزرعه اليوم الأساتي ذا في الجامعة الجزائرية أكيد أكيد في الطوب ماناجمات اليوم تكلموه السلام على الطوب ماناجمات الي هو يكون لنا العصر البشري اللي هو الليدرشيب هذا هو اللي اللي تحتاج الدولة الجزائرية اليوم كيكسوا في الإدارة ولا في أي يعني كيكسوا في الإدارة ولا حتى في يعني في تطوير المنظومات الاقتصادية لأنها متشعبة واليوم على قدر ما يكون يعني عندك المفكر وعندك هذا القوة البشرية اللي راح تساهم بشكل كبير وكبير جدا في تطوير وعشر نطر القطاع الاقتصاد نعم بالنسبة لكم سيد العيدي نتكلم عن المشاريع المرافقة لمشروع طريق العابر للصحراء ماذا ستوضيف هذه المشاريع للقارة؟ ماذا سيضيف هذا المشروع عامة للقارة؟ وإلأينا وصلت هذه المشاريع؟ سيفاء عاما J'ai un demi-siècle de travail au travail public et je suis content de dire que je suis fier de mon pays Ce qui a été fait dans le domaine des infrastructures est absolument remarquable. دوزير تسبت أيضا خبرة أيضا من مختلف شركات التي قامت بها مع دولة أوروبية. أعلموا لبدينا معا لأسسنة تقنية. Et on a continué. On a un réseau routier qui intègre la vision continentale. On a un réseau routier qui répond à notre préoccupation et qui s'inscrit pleinement dans la vision du schéma national d'aménagement du territoire. On a un réseau بالنسبة للتاريخ العبر السحراء qui donne des possibilités pour les pays encravés d'une économie de plus de 10% les Meiji ou les ports africains et en particulier algériens. Si je parle de la route transsaharienne, quand je regarde Shifa Berwagia, je suis un ancien directeur de travaux publics de Médéa, c'est un chef-d'œuvre qui a été fait par les travaux publics. C'est la route transsaharienne. Sur ce plan-là, c'est excellent. Par contre, j'ai parlé d'exportation il y a 30 ans. Je voulais exporter. Je me réjouis parce que 30 ans, qu'est-ce que ça représente ? Je ne montre rien à l'échelle de la vie. Je suis extrêmement content qu'on ait cette opportunité de parler de cette préoccupation, d'entendre les collègues m'éclairer sur ce que je ne connais pas. Il y a un espoir réel. Il faut le valoriser dans une dimension continentale. Au Bounisbal Tariq العبر sahra, le projet est prêt. Il ne demande que la mise en œuvre. Ouvrir les portes, faciliter, encourager. J'ai eu souvent l'occasion de... eu à plusieurs fois. Puis c'est l'étoile, il a eu allaié à Niger. Il y a jeunes우 l'assurer. Il faut être esse qui est... Il y a Machine, groupe walls, Il faut que J'allait à l'étoile... J' самой colève la préoccupation... Les synthesaires, les frères, les flèresales... Just Lego, etc... Szoureux... مثل الألياف البصرية وكل ما يتعلق بهذا أين وصلت هذه المشاريع أيضا؟ هل تقدمت بنفس الوتيرة التي تقدم بها المخصوص؟ شاهدوا بالنسبة للطريق العبر السحرة كي تروح من طمارسات طريق معبدة كي تروح من طمارسات عنغزام طريق معبدة كي تروح من غردية لتونس طريق معبدة كي تروح في النجر طريق معبدة مزالت غير تعمالي المسألة ليش مسألة تحطة تحطيك المسألة تحصل على كيفية نسهلوا كيفية نعاونوا كيف تستطيع استطلاعه؟ كيف تستطيع الالجارية عبر وراء أجل؟ من الميدان هذا ما قدمت له ضربتني الحجرة وفي الميدان ونحن نتجاه عنها نتجاه عنها نتجاه عنها نتجاه عن شيء عندما تنزلت من السماء يجب أن نتجاه عنها في الطريق العبر الصحراء نفسها رحين نتكلموا رحين لترانزيسيون رحين نجيبوا الناس اللي علمونا يقولون لنا كذا بها نساهموا في القوانين بها نساهموا بها نساهموا بها نساهموا لناس بور لفالوريزازون بالنسبة لكم سيد بوطالبي بالنسبة للمشاريع مثل مشروع الغاز وكذلك أنبوب الغاز مشروع أسيكاكا الحديدية كذلك الألياف البصرية هي كل كلها مشاريع ترافق مشروع طريق العبر للصحراء ماذا ستضيف هكذا مشاريع إلى القرى الإفريقية أولا نبدأ لك نقطة بنقطة الألياف البصرية نحن وصلين للحدود في الحدود الخمسة وما عندنا مش مشكلة مع النيجر قادرين نصدرها لها الانترنت كما قال أستاذ بن عيادة من غدوة يعني واجدين الانترنت من غدوة نسوقوها ونصدروها إلى دول الجوار في جنوب الصحراء التحدي اليوم هو السكة الحديدية وأنبو بالغاز أنبو بالغاز ما زال الآن فيه اتفاقية فقط نقدر نقوله حبر على ورق لكن الاتفاقيات مازالها دائما أو المفاوضات مازالها دائما مستمر بين الأطراف اللي رح يفوت منها أنبو بالغاز هذا اللي من نيجيريا إلى غاية أوروبا أيضا بالنسبة لسكة الحديدية مشروع كبير ومشروع ضخم جداً يحتاج أموال ويحتاج شركات يعني ذات خبرة كبيرة جداً لتنفيذ المشروع ومع تنفيذ المشروع تع السكة الحديدية لازم ميناء الجزائر الغرب يكون بدأ يفعل لماذا؟ لأن هذا الميناء بدون سكة حديدية وبدون طريق لا يسوي شيء يعني العكس صحيح لابد أن يكون هناك تكامل اقتصادي في هذه المشاريع القاعدية المهمة جداً في المرحلة المقبلة خاصة أن الجزائر وضعت مناطق حرة في الحدود الجزائرية وعندنا خمس مناطق حرة معناتها لابد علينا من تكثيف الأعمال لبلوغ الأهداف المسترى لأنه مدام وضعنا منطقة حرة هناك رؤية هناك استراتيجية الاستراتيجية هذه لابد أن تعزز بما يوصلها إلى شيء ثمين شيء ذات مردودية كبيرة وذات مردودية عالية اليوم أيضاً فيه قرارات لبناء جسور قوية بين الدول المجاورة خاصة في ترقية الصادرات اليوم أيضاً كما أذكر الأستاذ أنه كل الجزائر حب تصدر وكل الشباب حب يصدر نقوله الرغبة للإداريين لابد أن تكون أكبر من المنصب اللي راح فيه لماذا؟ لأنه اليوم تحجز حلم تعشاب أكبروكيت يعني اقتصاد كبير جداً في المستقبل الشاب لابد أن نحروا المبادرة عنده لابد أن نسعولوا دائرة المساندة والمرافقة لدخول الأسواق الإفريقية لأن الأسواق الإفريقية كما أذكر الأستاذ فارغة يعني تحتاج كل مواد الاستهلاكية خاصة دول الحبيسة يعني الدول التي لا تملك موانئ من الكونغو إلى غاية بوركينفاسو إلى غاية مالي هذه الدول التي تطل على الشمال مع الجزائر يمكن للجزائر أن تكون بوابة لكل هذه الدول والاستفادة أيضاً من خبرات ربما من خبرة تركيا ربما اللي كان رئيس أردوغان في الجزائر وقال أن الجزائر بوابة إفريقيا فحث من خلال كلامه أن المستثمرين الأتراك يجوا للجزائر يستثمروا ويسوقوا المنتجة التحم عن طريق الجزائر لأن الجزائر عندها بوابة نحو أوروبا لدول الجنوب اللي حبت صدر إلى إفريقيا إلى أوروبا والعكس صحيح وفي الماضي القريب فقط كنا نستورد ربما البن القهوة عن دول التي تنتج القهوة من إيطاليا وسويسرا وفرنسا اليوم أصبحنا نستوردها من المصدر التحم مباشرة اللي هي الكامرون وغيرها يعني إثيوبيا وكوديفوار وربما قهوة عمرها مدخلة الجزائر أونغولا مثلا عمرها مدخلة الجزائر أو أغندا اليوم أصبحت القهوة الأغندية في الجزائر وغيرها هذا هو الذي تصبق إلى الجزائر كيف يمكن أن تعاون جنوب جنوب كيف يمكن أن أساند الدول الإفريقية لترفع من قدراتها الإنتاجية وكيف يمكن أن أستفيد مباشرة من دون وسطاء في أوروبا نعم بنسبة لكم سيد هني في الختام ممكن عندكم إضافة أيضا حول ما تكلم سيد أمينشتك كنت تكتب فأكيد عندكم إضافة أكيد أنه إضافة إلى ما تفضل به سيد أستاذ أبو طالب جوابي راح يكون في شقين الشق الأول فيما يخص النقل واللوجيستيك اللي تكلم عليه الأستاذ وقال أنه فيه يعني مشاريع اللي هي مشروع السكة الحديدية اليوم الدولة الجزائرية أخذت على عاتقها يعني حتى يعلم المستمع الكريم إلا أنه الدولة الجزائرية اليوم أخذت على عاتقها يعني أموال باهظة في مشروع السكة الحديدية اللي هو مشروع القرن في الجزائر لذلك اليوم هذا المشروع اللي راح يعطي نقلة نوعية في المبادلات التجارية الخاصة حتى بربط بعض المناطق الصناعية في الجنوب يعني حتى المناجم كذلك نقل المواد التي تستخرج من المناجم اللي كانت يعني تكلمت عليها أنا في حصة يعني الفاريطة تكلمت أنه قلت أنه فيه اللوجيطانس اللي هي مؤسسة يعني وطنية يعني أخذت الأعباء يعني بصفة يعني قوية ولذلك اليوم يعني حتى يعني لابد من نقص عليها يعني هذا التعب يعني مقداته هذه المؤسسة والعتاد اللي أصبح يتهالك لذلك اليوم مشروع السيكة الحديدية خضى يعني على عاتقه يعني ساعد منظومة النقل البري اللي هي مؤسسة جزائلية للنقل البري وكذلك رايسانتيار اللي هي مؤسسة منسوهاش كذلك هي مؤسسة وطنية لابد من إعادة بعثها لتصبح عمليتية لذلك اليوم الاهتمام بهذه المؤسسات الوطنية هو تحضير لمرحلة قادمة لذلك اليوم اللحظوا أنه العمق الإفريقي يتطلب يعني وسائل نقل يعني حديثة وصلبة يعني في الصحراء الجزائرية لذلك مشروع السيكة الحديدية مشروع هام وهام جدا ألف مسافة 950 كم وربطها إلى العمق الإفريقي لماذا؟ إلى النيجر والمالي يعني اليوم نلاحظوا أنه فيه يعني نقلة نوعية فيما يخص النقل واللوجيستيك هذا من جانب أما الشقة الثانية اللي نتكلم فيه اللي هو الجانب يعني الإداري يعني لما نتكلمه تتفضل الأستاذة عيادة وتكلم على يعني المشكلة اللي هو خاص بالتشريع لابد من سياغة القوانين وإعادة النظر فيها لتسهيل العمليات الجمركة مثلا نتكلمه على الجمالك ونتكلمه على جمركة يعني التصدير لذلك لابد من إعادة النظر في كل ما هو تشريع يعني اليوم لابد من إدماج المشرع الجزائري في الاقتصاد الوطني لا بد يعيش معانا اللحظة لا بد اليوم المشرع الجزائري ما يكونش غايب لازم يعرف أنه المشرع الجزائري اليوم أنه الجزائر تواكب عسرنا وتطور لذلك خلاص لابد من استغناء على الذهنيات القديمة لابد من إجتهاد أكثر اليوم في هذا المنبر نتكلمه ونقوله اليوم أنه لابد من المشرع الجزائري أنه يواكب الاقتصاد الجزائري نعم أكيد سيد هني أكيد أنه المشرع الجزائري هو شريك لكل هذه النظرة الاستراتيجية وهو من يجسد كل برنامج سيد رئيس الجمهورية على أرض الواقع شكرا سيدً وحمد للأياد ورئيس لجنة التنسيق هذه moist hastوية في الزهراء كلمة خيطامية لن ينتهى الوقت البنة مثي يا شكرا إليام جزء في المشاهدة هذه الأيsche Gorbana وم Pleصد تم بإعجاب عم لك ن twenties في factory من ي Vielleicht الزماء لكن hunted في الحلحة Et je trouve que la route transsaharienne Elle donne Une occupation Elle donne l'opportunité de créer Une économie On est en train de travailler pour la paix Parce que le nord Mali Ils auront des problèmes En 1957 Le général de Gaulle Il y a eu Il y a eu Il fallait avoir le bac Pour être enseignant Pour être enseignant Pourquoi ? Pour être enseignant Qui dit le tric Qui dit le khidma Qui dit le tourisme L'ouledette Téwana ou taala Nous avons beaucoup L'ouledette Dans le Mali Dans le Niger C'est un investissement On ne le valorise pas assez Je suis très content De ce mouvement Dans mon pays Qui prend la chance Mais on doit aller Plus profondément Sur ces questions Pour tirer un meilleur parti D'accord بطريقة فعالة أكثر أشكر أيضا السيد أمين بطل برئيس المركز الإفريقي للإستثمار وكذلك السيد رشيد حاجهني المستشار المختص في مؤسسات النقل الدولي للبضائع وكذلك اللوجستي كذا المشاهدين بهذا نصل إلى نهاية هذا العدد من الساعة الاقتصادية وتبع طيبة رفقة باقي برامجنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة